ونبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ومن الفوائد أن الصبر ثلاثة أقسام الصبر من حيث العموم ثلاثة أقسام صبر على طاعة الله صبر عن معصية الله صبر على أقدار الله المؤلمة في هذه الآية دليل على أي نوع النوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة وأعظم أنواع الصبر هي كلها مطلوبة ولا يصل الإنسان إلى الكمال إلا بتحصيل هذه الأقسام الثلاثة الصبر على طاعة الله الصبر عن معصية الله الصبر على أقدار الله لكن من حيث الأفضل دائماً الصبر على طاعة الله أفضل لذلك في الأفضلية الصبر عن معصية الله لذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة لكن هذا من حيث العموم لكن من حيث الاعتبارات الأخرى قد يكون الصبر عن معصية الله أعظم لدى هذا الشخص من الصبر على طاعة الله بعض الناس يمكن أن يصبر على أن يصلي لله ألف ركعة أو مئة ألف ركعة لكن لا يصبر على أن يسمع مثلاً الأغاني نفسه لا تطاوعه هنا الصبر عن معصية الله في حقه أفضل في حق هذا الشخص أفضل منه في الصبر على طاعة الله عز وجل لكن من حيث العموم الصبر على طاعة الله هو في المقدمة ثم يليه الصبر عن معصية الله ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة قد يصبر الإنسان على أن يصلي مئة ألف ركعة أو مليون ركعة ولا يصبر على فقد حبيب له من ولد ونحوه إذن الصبر على أقدار الله المؤلمة لهذا الشخص هو أفضل لكن من حيث العموم كما أسلمت ولماذا كان الصبر على طاعة الله أعظم؟ لأن فيه فعل وتركه تفعل شيئاً وتترك شيئاً إذا قمت بهذه العبادة فعلت شيئاً وتركت شيئاً الصبر عن معصية الله فيها ترك فقط يعني تمتنع عن الوقوع في هذه المعصية الصبر على أقدار الله المؤلمة ليس لك لا ترك ولا فعل لأنها واقعة من الله عز وجل فلا فلا فعل لك ولا ترك إلا بعد نزول المصيبة فإنك تترك الجزع والتسخط وتفعل ما أمرت به من ما أتى به الشرع من القول عند نزول المصيبة ترجمة نانسي قنقر